السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد كما سمعتم معي رتقر ميشا كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير معكم كريمة فيديو جديد مع واحد البسكوين اللي ساهل بسيط عدي يجبكم بزف بزف انا متأكد غدي يجبكم المكونات دياله جد بسيطة كنتمنى انكم تابع معي الفيديو من الاول تالاخير لنجاح الوصفة ودائما لأول مرة كيشوف القناة كنتمنى انه يشترك في القناة ويضغط على الزر باش يتوصل بكل جديد ندوزو دول مقادر وطريقة التحضير وما تنسوش ربنات اللايكات غدي ندوزو المقادر بسم الله على بركة الله غدي يحتاجوا مية وخمسة وعشرين جرام ديال الزبدة دي هي نصر بعد ديال الزبدة كنحاول دائما نعطيكم المقادر بسيطة في المتناول وكمية قليلة بالنسبة الزبدة انا استعملت الزبدة العادية يعني مش الزبدة سبيسيال او الزبدة ديال التوريق ممكن انكم تستعملوا اي نوع ديال الزبدة ديال العلب غدي نحتاجوا كذلك سلاروب ديال سكر سنيدة وحص الشيات ديال الفاني غدي نخدمها ثلاثة المكونات مزيان مع بعطيتهم وعندي هنا نصف كس ديال الزيت وكذلك جوج ديال الحبات من البيض انا غدي نعود لماكم المقادر صفي اهم حاجة هي الزبدة تكون دائما بحرارة المطبخ اذا كانت عندكم فتلاجاج بدوها من قبل ضروري باش تساعدكم في الخدمة صفي كما كتلاحظوا غدي نحاول نخدم الزبدة والسكر من بعد غدي نضيف عليهم الزيت مش ضروري يضب السكر تماما بعد غدي نضيف عليهم الزيت وغدي نخدموه مزيان نوسكة ديال الزيت كما غدي تشوفوا معيك اترجع لشكل كريمة ومن بعد غدي نضيف بيضة كاملة البيضة الثانية غدي نضيف منها غير الصفاء غير عفوان غير البيض الصفاء غدي نخليه باش غدي ندهن به لوجه هاد البسكوي هادا صافي كماشتو معايا غدي نخدم زيان ومن بعد حتى غدي تولي كريمي انتم غدي تشوفوا معايا ما كدشي الوقت بصيفة نهائيا يعني واحد عشرة دقايات كتكون وجدتوها وزيد عليها واحدة عشرة من خمسة خمسة شهر دقيقة ديال الطيب ديال يعني اقل من نصف ساعة تكونوا وجدتوها بالنسبة للدقيق كما كتشوفوا دقيق الفرص اللي هو الفرينا يعني الرطب ديال الحلوى او العادي مهم اي دقيق عندكم تكون نوعية دياله مزيانة ماشي ضروري دقيق الحلويات صافي كما كتلاحظو غدي نقنضيف شوية وشوية انا عندي اربعمية وخمسين جرام ديال الدقيق دائما كما كنقول لكم وخلنا عطيكم الكمية ديال الدقيق حاولوا انكم تعبروا الكمية اللي عندكم وكتخليوها انتم ما كتضيفو شوية بشوية تاكتحصلوا على القوام اللي غادي تشوفوا معايا صافي بنسبة للحلوة كما كنعرفوه ما كنذلكوها ما كنعجنوها مجرد اننا كنجمعوها هنا غادي نضيف الكمية ديال الدقيق اللي عندي شوية بشوية انا نخلي بعض المقاطع ولكن غاي مزربة الفيديو هنا يعني كنحاول مزرب الفيديو واش ميجي شي طويل بززاف باش تستفدو في نص الوقت صافي كما كتلاحظو معايا هنا يا شوفوا معايا ما كنعجن شي مجرد اني كنجمع باش كندخل فيها ديك الكيمية ديال الدقيق الخميرة كتغادي نساها لو ما كنتشي قدامي كتغا نساها بالنسبة الخميرة غادي نحتاجو صاشية حمراء من فئة 8 كرام اللي عند الخميرة بحديالي او عند الخميرة بالعبارة غادي معلقة صغيرة صافي القاوم دلعجين انا غادي نوره لكم كما كتشوفوا معايا صافي يعني كيت تجمع بكل سهولة ادول قاوم ديالو كي يكون رطب حالة الشكل هذا وفنص الوقت يعني ما كنت استقشف اليدين بالنسبة للصفر اللي خلينا غادي نضيف له شوية ديال الماء غادي نخليها على جانب هو اللي غادي ندهن به الوجه ديال البيسكويت صافي انا هنا يقسمت على جوج النص الاول غادي نخليه في البلاستيكة النصف الثاني غادي نطلقوه ما بين جوج بلاستيكات او ورق الطبخ من اللي احسن انكم تخدموا بهالطريقة هدي يعني ما تخدموش نيشان على سطح العمل باش ما تقوش تضيفوا الكيميه ديال بدقيق وغادي اقصح معاكم البيسكويت صافي كما كتشوفوا معايا هناك يتحييض بكل سهولة صافي كنتلقوه حولو انكم تطلقوه زيان باش ما تجيبوشي واحد جهة رقيقة واحد جهة غليطة يكون عندكم سنك واحد صافي كما كتلاحظوا معايا انا غادي نستعمل هاد القطعة هادي دائرية العبار دياله تقريبا فيه واحد خمسة سنتيم انتم ما عملوا القيص اللي بغيتو عملوا الطبع اللي بغيتو عملوا الشكل اللي بغيتو بالكاس يعني باش ما كان عندكم توفر في البيت غادي تقضيوه يعني ماشي ضروري يتعملوا الطبع هناك رجع لي هالبلاستيكو كنقلب باش كتحييض بكل سهولة هذا هو السمك ديالا كما كتلاحظوا معايا هنا يا يعني ماشي غليطة وماشي رقيقة بزاف يعني بين وبين باش كتجي واحد البسكوين اللي مزيون بزاف وكيجي اناك في شكل يالو معا انه بسيط بزاف تب النسبة للناس اللي غادي يخدموا لي كوموند ممكن انكم تعملوه كبير شي شوية وتبيعوه بدرهم احتى هو اقتصادي بزاف يعني بالنسبة للناس اللي كعملوا مشاريع ديالوم صغيرة او الناس اللي كيخدموا مثلا غيف البيوت ديالهم يعني ممكن انكم توجد واحد الكيمية وتبيعوها يعني درهم الوحدة او ممكن انكم تبيعوه حتى بالعبار يعني بالنسبة للكمية ديال عفوا بالنسبة للثمن كيبدا من اربعين درهم حتى الخمسين درهم الكيلو اذا بغيتو تبيعوه بالعبار هما كذلك جيبت العجين اللي كان عندي في بلاستيكة ونفس الطريقة غدي نخدمه ما بينجوج بلاستيكات يعني غدي نطلقوا ما بينجوج بلاستيكات بالنسبة للعجين اللي بقت لقبيلته كنعود اني من الجمعة وغدي نزيد عليها كذلك البواقي اللي غادي بقاولي من هاد العجين هادا ونعودو عاو تاني مرة تانية نخدمو بيها صافي نفس الطريقات وعاو تسس البيسكوي او الصابلي يعني مش دروري نوريكم جميع المراحل نفس المرحلة اللولة هادا هو العجين كما كتشوفو غادي نجمعو مع بعضهم غادي نخليهم على جانب حتى غادي يطلقو شوية وغادي ندوز باش ندهن البيسكوي بالصفار دير البيطة اللي عندنا وفادي الاتناء نشعات الفران 180 درجة يعني عفية متوسطة صافي كما كتلاحظوا معايا هنا يا غادي ندهن الوجه دير هادا البيسكوي بالصفار دير البيطة اللي زيت له شوية دير الماء وكذلك بالنسبة للفران دير الغاز حتى هو كتشعلوها عفية متوسطة 11 دقايق من قبل بعد ما كان سالي كنعمل طواف الفوق يعني بنسبة للفران دير الغاز 11 دقايق 12 دقيقة من الفوق حتى كتشوفوه بدك يتحمر من الجواني بكتحبطه الأسفل وكيكمل تحميره ديره وكيبقى دائما على حسب النوع الفران اللي عندكم وبالنسبة للفران دير الغاز نعمل الطواف الوسط العفية كتكون من الفوق ومن الأسفل يعني 180 دراجة كتكون عفية متوسطة تقريبا حتى هي من 10-15-18 دقيقة كيبقى دائما حسب النوع الفران دير لكم هنا يا كما كتشوفوه يا إما غادي تستعملوا فرشيطة أو تستعملوا هذه الأدات هادي لكم الاختيار يعني الفرشيطة كتبقى هي أسهل حاجة أنا حاولت نخدم بهذه باش تسهل عليها ولكن عدبتني من اللي بغيت نخدم بيها عدبتني شوية هزيتها في سباتولة باش قدرت أنني نعمل هذوك الشريطة ولكن انتو ما يعني بإمكانكم تخدموها بالفرشيطة باش كتجيكم سهلة هدا كما كتشوفو معايا تالأخير عاد غادي نخدم بالطريقة العادية لأنا في الأول صراحة كما قلت لكم عدبتني هميتا كنت دهنتهم بالصفر ديالبيطة وعاد جيت باش أنني نخدم بهذا الأدات هادي ولكن شوية كنت معدباني كما قلت لكم كما كتشوفو معايا كيجيو الشريطة من فيني يندك شي أنا بغيت نخدم بيها ولكن حتى بالفرشيطة ركت تقضي بالغرض صافي هنا كما كتشوفو يعني تالأخير عاد قدرت أنني نخدم عادي يعني ما كيلا صعوبة ثلاثة شي حاجة كما كتلاحظو معايا صافي بعد ما غادي نسالي غادي ندخل الفران كما قلت لكم 180 درجة عافية متوسطة صافي هذي هي الطوى الأولى هنا بعد ما خرجتم كانت واحد الإضاءة كانت قوية بززف معطت شي اللون دياله الحقيقي من بعد عاد غادي تشوفوا معايا تقديم بالدل الموطع عاد غادي تشوفوا معايا اللون دياله الحقيقي كيجو مقرمشين كيجو محمرين وفهد الأثناء غادي نكمل الطاوى الثانية هنا تقريبا خرجت لي 41 حبة اللي خرجت لي القيز دياله كما قلت لكم متوسط يعني ما شي كبارين وما شي صغارين وكما سمعتوا معايا القرمشة ديالهم كيجي واحد البيس كبير رائع بززف كيجي مقرمش أنا متأكدة غادي يعجبكم فهدك الماداق ديال الفاني كيعطيه واحد الماداق من زيون بززف كنتمنى أن الفيديو عجبكم وتبرتجيو مع الأصدقاء والأحباب ديالكم وما تنسو شير بنت لايكات للفيديو وكذلك تبرتجيو كيما قلت لكم مع الأصدقاء والأحباب ديالكم وإلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله